اشتركوا في القناة فالسبوع الماضي كان فيه طلب على مجموعة من السيفيهات طلبت مجموعة من السيفيهات واصلتني الامانة لكن كان فيها مشاكل مرة كبيرة احيانا المدير عندما يمسك السيفي ما راح يمسك السيفي يقول فيها نصف ساعة ساعة على اساس انه يقرأ ويتأكد من كل البيانات اللي فيها راح يمسكها من دقيقة الى دقيقتين اذا مرة طولة ثلاثة دقائق لانه الشخص بتوصل له 100-200-300-500 سيرة ذاتية عارفين يا جماعة السيرة الذاتية زي ايش؟ بالضبط زي اول مرة تتكلم مع اي شخص لما تتكلم مع اي شخص لأول مرة خلاص او للمرة الاولى بتعرف ان الشخص ده مثقف الشخص ده متعلم الشخص ده افكاره مرتبة الشخص ده عنده هدف يركز عليه هذه السيرة الذاتية انا لما امسك السيرة في اول ثواني 15 ثواني انا اعرف بالضبط في ايش انت تفكري فدائما السيرة الذاتية تعبر عن تفكيرك تعبر عن تفكيرك يا جماعة اما ستايلها وشكلها يعبر عن شخصيتك يعني مثال انا وصلني سيفي التخصص محاسبة التخصص بكالوريس محاسبة الخبرات تصميم ازياء تصميم ديكور تصميم ملابس ومجالات الديكور يعني انا اول ما قريت السيفي قلت طيب انت بتضبط ايش تبغى من حياتك هذا السؤال الوحيد اللي انا فعلا اسأل نفسي اقول يعني هو يبغى ايش يبغى من حياته بالضبط يبغى محاسبة ولا يبغى تصميم من الاخر فدائما ركزي اذا كان تخصصك ركزي دائما ان الدورات والمجالات وكل الاشياء اللي انت تدخليها برامج تخدم تخصصك النصيح اللي انا ابغى اوصلها في مجال السيفيهات خلي دائما الدورات الخبرات المهارات دائما تخدم مجالك الوظيفي تخدم الهدف الوظيفي تخدم المجال الوظيفي تخدم تخصصك الوظيفي انبعدتي خلاص راح يقولوا هادي ما هي عافة ايش تبغى هادي قاعدة تتخبط طبيعي جدا انا لما اجي اتكلم مع اي شخص في موضوع ويخرج عن الموضوع ويدخلني في ستمائة موضوع اعرف ان هذا الشخص مشتت من جوا فالسيرة الذاتية بنفس الطريقة حاولوا انكم توحدوا الهدف بالمجال بالخبرات الوظيفية توحيدها في مجال واحد طيب في سؤال انا ممكن ان سأله الناس اللي يعرفون يعرفون ان انا الان ادرس ماجستير ادارة اعمال طيب انا دكتورة في الاحياء طيب قليلي يلا السيرة الذاتية حقتك فانا اقول لكم كيف انا عندي اثنين سيرة ذاتية واحدة حط فيها انه انا طلبت ماجستير ادارة اعمال انه انا مسكت مدير تنفيذي في ثلاثة جمعيات انه انا ما اخذ دورات في الادارة التنفيذية في الادارة الاعمال في ادارة الاوقات في ادارة الاجتماعات في كل شي يخدم ماجستير ادارة الاعمال حتى دكتورة انا ما حط ان انا دكتورة هذا السيفي الاول السيفي الثاني حط ان انا ولا دكتورة في الاحياء الابحاث اللي انا نشرتها الكتب اللي أنا نشرتها الدورات اللي أنا قدمتها في مجال الإنتاج الأكاديمي فأنا عندي اثنين CV فصلت فلما الشخص يقرأ CV حقي يعرف أنا بالضبط إيش أبغى هذه النقطة الثانية ما يمنع أن يكون عندك اثنين CV طيب تقولي لي كمان السؤال الثالث هل الـ CV يكون عندك بالعربي ولا بالإنجليزي أقول لك خلي الاثنين موجودين عندك احتياط ودائما أعملي update لهم خلاص ما تدري زي أنا مثلا فجأة طلبت أبغى محاسبة الآن لازم تكون السي في حقي تكنت جاهزة تعملي وقت تعملي فيه update للسي في حقيك بحيث أنه لو أنطلبتي في لحظة تعرفي أنه الآن أنا ممكن أبسل السيرة الذاتية نيجي للنقطة اللي بعدها كيف أنا ممكن أصممها تصميم السي فيهات حرام تدفع 200 300 500 ريال في تصميم السي فيهات السي فيهات تتصمم عن طريق مواقع هذه المواقع بتكون مجانية أغلبها أغلبها بتاخد فلوس المبلغ طبعا بيكون تحويل عن طريق الموقع 20-30-50 سبع ريال إذا مرة يعني مرة مرة زودت فحرام تدفع 100 وعليها علشان سي في والسي في هذا يعني كمان خلاص لو جاكي مع التقر تعدل فيه فنصيحة للناس الآن اللي معايا يعملوا تصميم سي فيهات يقللوا في الأسعار لأن الناس هتبدأ تفهم أنه أنتوا قاعدين تاخدوا مبالغ كبيرة والمواقع بتاخد منكم مبالغ جدا بسيطة في تصميم السي فيهات المواقع هذه مرة حيلة ومرة سهلة بمجرد ما تعمل اشتراك خلاص هذا الاشتراك تسجلي طبعا تسجيل بعد كده بكل بساطة تجيكي مجموعة من الخانات تعبية اسمك الثلاثي اسمك الرباعي الجنسية رغم الجوال المهنة بعد كده الخانة اللي بعدها خبراتك مهاراتك بعد كده اللي بعدها الدورات بس منجرد أنك تعبي وتطلع لك السيرة الذاتية زي الحلاوة الآن حنزلكم مجموعة من المواقع الشركات الوسيطة هذا الموضوع الثاني اللي بتكلم عنه الآن الشركات أصبح فيه تعاون بينها وبين الشركات الوسيطة طبعا نتكلم على الجهات الجهات التوظيف اللي هي الشركات المؤسسات تتعاون مع شركات وسيطة وسيطة يعني هي تكون بين بين الموظف وبين الشركة نفسها المسؤولة فالآن ححط لكم مجموعة من الشركات الوسيطة اللي بس مجرد ما تنتهوا من السيرة الذاتية ترفقوها في الشركة هذه خلاص هم يدورو لكم على الوظيفة المناسبة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر